اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم تأخر الانجاب في قصص مسيرة للغاية قصص تحتاج إلى فهم وتدقيق حقيقة ان بعض الكابلز في تأخر الانجاب يقفوا امام مؤشر AMH والAMH ده اختصار لحاجة اسمها انتي موليريال هورمون وهو مقياس من مقاييس اللاب لتحديد كفاءة المبيض كثير من الحالات انا عندي اسئلة كثيرة جدا بتدور حول الAMH احنا عايزين نعرف هالفرص الانجاب موجودة لما يكون الAMH ده كذا فهل حقيقة ارتباط الحقل المجهري بهذا الAMH حقيقة واقعية نسبيا ام ان هناك خفايا حول هذا الامر الذي يعبر عن طبيعة المبيض ولماذا كثرت حالات تأثر المبيض او فشل مبكر المبيض او ارخاق المبيض بشكل مش هنقول فشل عشان بلتو بتدايق الناس لكن ان انا شوف بنت ست سنها مش كبير وعندها المبيض ليس في جودة ليه زادت هذه الحالات اولا هي موجودة واحنا اللي بدأنا نكتشفها بشكل اكتر هذه جزئية من اجزاء كثيرة ستكون في حوار مسيري اليوم مع ضيف العزيز الرائد القدير للعالم الحق المجهري والمؤسس المميز لواحدة من الكبريات الصروح الطبية الموجودة في مصر المتخصصة في تأخر الانجاب ضيف العزيز القمة الأكاديمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله استشاري وأستاذ تأخر الانجاب والحق المجهري رئيس مجلس الإدارة المؤسس للمستشفيات دارة طب العريق أهلا بك يا دكتور أحمد منورني السؤال تحديد جنس المولود فيه كذا السؤال علي فأنا عايز أفهم تحديد جنس المولود عايزين نفهمه يعني نشرحه قيمته العواقب التطور اللي حصل في هذا العالم لا يوجد تطور في هذا الشيء أنت تريد وأنا أريد والله يفعله ما يريد نسبة حدوث الحملة من هذا الإجراء هي نفس نسبة حدوث الحملة من الحق المجهري في سيدة بتدور على العيال أكتر ناس عملوا فصل للأجنة للذكور وأناس في تاريخ الطب في مصر وفي كل مكان في العالم هو إحنا وأنت ترى في هذا الشيء عجب العجاب وعشان كده هو حلال هنبسان يعمل إليه نفسك فيه لو هتحمل هتحمل لو هتحمل لو هتحمل هتحمل باختصار هو لقاء بين البويضة والحيوان المنوي خارج الجسم لا يوجد طريقة بيها تنقي الحيوان المنوي اللي حيعمل حمل فيه زكر من أنثى تفحص الأجنة بعد رأمة تنقسم تاخد خلية من كل جنين على حدة تفحص الخلية لمعرفة إن كانت زكر من أنثى مفيش حاجة اسمها ستات حتلاقيني بص عشان أنا عندي معلومات كثيرة في الموضوع ده فحتلاقيني بجيب لك معلومات منك مفيش حاجة اسمها راجل ما بيجيبش عيال ما بيجيبش اللي بنات بس ومفيش حاجة اسمها ست خلفتها بنات مفيش حاجة كده مفيش حاجة اسمها كده خالص خالص الحيوان المنوي هو المسؤول عن الذكور من الإناس الحيوانات المنوية ممكن تبقى واحدة ست عندها سبع بنات سبع بنات وتعمل الفحص ده وأن يطلع كل الأجنة المفحوصة أولاد وممكن واحدة ست دي بعندها بنت واحدة تقعد تعمل الشغلانة دي مرة واثنين وثلاثة واربعة وعمرك ما تشوف الفحص أولاد مفيش حاجة الحيوان المنوي الزكري وحيوان المنوي أضعف من الحيوان المنوي الأنثوي بس لا يمكن يعني نحنا نجيبهم نفرقهم البحث العلمي مفيش بحث العلمي يتعامل في الموضوع ده وانا البحثين اللي يتعاملوا كان حاجة اسمها الاسبرم سورتينج وحقولك ده إيه وأكلات معينة الأجندة الصيني والكلام من ده ده طب بديل زي الطب الصيني الأكلات كانوا في السبعينات أولي التمانينات عملوا شوية أبحاث على دي أبرابتد لأن الموضوع ده أبرابتد يعني ما استمرت شمال هاش قيمة الموضوع ده في المجتمع الأوروبي وفي أمريكا إحنا نستعمل حيوانات منوية بتاعت واحد مش إحنا مش الزوج شغال نجيب ويضات من متبرع شغال لا في أمريكا إنما نستعمل نقول إن إحنا عايزين ندور على زكر من أنسة إيه ده تمييز العنصري ده ده تمييز ملاش منه عشان كده ده مش موجود أصلا في أوروبا أو في أمريكا في فكرهم كده فأنت النهارده لو بتدور على أنه تختار حيوان منوي ما تختارش الحيوانات المنوية الزكورية زي ما قلتلك هي أبطأ في حركتها من الحيوان المنوي الأنثوي عشان كده لما بتيجي تعمل الشغلانة ديًا لازم تعمل حقا أنه مجالي مش طفل أنابيب لأنك لو عملت طفل أنابيب هو اللي حيدخل أكثر وبنسبة أعلى داخل البويضة هو مين؟ الحيوان المنوي الأخ اللي هو بيعمل اللي هو الأنثوي أتى إلى الطب منافق أفاق اسمه رونالد أريكسون في يوم الأيام عمل حاجة اسمه سبيرم سورتيك تكنيك في أواخر السبعينات أوائل التمانينات واستمر هذا الشخص اللي هو الألبم انجريديينت اللي هو يعني بطريقة معينة هذا الاختراع هو فشل أنا اشتريت الاختراع ده أصدر منه وأنا جيبته مصر وأنا قعدته وكله وشيربه واتبسط وعملنا 17-18 عيانة ما فيش أنا واحدة منهم حملت أوكي كان بيفسل حياتي منه بزبط الزكور وعيناس الكلام ده مش هجور هو في شركة بتعمل حاجة اسمها في شركة اسمها كده سبيرم سورت موجودة في أبروس الشمالية وموجودة في مكان ما في أمريكا بس على إنك تستخدم الحيوان المنوي ده من في حقن البويضات عشان تعلي من نسب وجود أجنة زكورية بس الكلام ده برضو تاني يعني يعني أخد بالك بس كمش غلطة بس كمش غلطة مبيحملوش وفي ستات كلهم مشاكل بيحملو في ستات تليقى سنة 25 سنة والراجل متجوز عشان يجيب بها عيل ولد وما تحملش وفي ستة عندها سبع بنات وهلكت من الخلفة وسنة 42 سنة تزرع لها جنين ما يتزرعش ولد وتحمل تاني عشان كده هو هذا الإجراء أنا بقى في جملة دايما نقولها للي بيعودوا قدامي لإن أنا راجل اللي هو بيعالج البسطاء وليس صفوة المجتمع إن كان هذا الإجراء سوف يقتطع من قوت عيالك اللي عاديين في البيت ينعى الأبو الخلفة كت لإن فيه ناس بقى بتروح تبيع أرضا وفيه ناس بتروح تبيع البيت اللي هم ساكنين فيه بتاع الأيلة في القرى والأرياف وأنا كان عايز ولد ويداين لإخواته عشان يجيب عنه ده كلام فاضي ده كلام فاضي فعلا نورت بشأن رسول فعلا ضيف العزيزة القماءة المال كبيرة والإسم الرائد في عالم الإخصاب المساعد السؤال دكتور رحمد عوض الله أستاذ والاستشاري تأخر إنجاب الحق الميجاري ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمستشفى الدارة الطب أبدع في واحدة من أرقى حلقاتها على الإطلاق ونهاها بجملة مهمة جدا جدا أنا بقى أكررها وراه إذا كان أي إجراء من إجراءات الإخصاب المساعد ستطع أو سيؤثر على حياتك بسلب بشكل أكيد وسيؤثر على أسرتك بالأمان والاتمئنان فبلاش منه بلاش منه لأنه حيكون نوع من أنواع يعني زي ما قوله الإلقاء إلى جزء من التهلكة بلاش ده خليكوا دايما مع ناس الحال الحمد لله التجربة بتاع الدارة الطب طبعا سببها زوجتي هم أصحاب المشكلة نفسها لا ده إحنا الأصحاب المشكلة هم زي ما يقولوا واحد بسهلا بيمدي ييدوا ليك يعني بصراحة يعني وسبحان الله ربنا كرمنا الحمد لله وحسنا الموضوع كان معدارة الطب حاجة كده حاجة سهلة حسنا نحن بقينا حتة منهم أو أهلهم أو هم أهلنا يعني هي بصراحة تجربة كويسة ونجحت من أول مرة يعني نحن ما خدناش وقت في العلاج عادي تار السنين كل ما روح للدكتور كان ممكن ما إداكش أمل بس الدكتور أحمد يدانا أمل وسبحان الله اللي هو قاله لنا هو اللي حصل هي العملياتين جح والحمد لله نجحت معانا طفلين طوقم ولد وبن بجد بجد حنا بنشكر الدكتور أحمد وكل الدكتور اللي شغالته حتقدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر